السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة اني احبكم في الله واسأل الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله ورمضان يلفظ انفاسه الاخيرة ماذا فعل رمضان في قلوبكم والسؤال الان بعد ان كان هل اعتقد رقبتك من النار السؤال هل ادركت ليلة القدر مضى اكثر العشر والليالي الفردية ليالي يغلب الظن فيها على انها ليلة القدر ها يعني تفتكر كانت ليلة واحد وعشرين ولا تلاتة وعشرين ولا خمسة وعشرين ولا ها ولا هي ليلة سبعة وعشرين بقى مستنين هل انت تتحرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها تحروها ابحث عنها يعني ودقق فيها ودور عليها بالامر الرسول بيأمرك ما تعدهاش خيره من الف شهر تلاتة وتمانين سنة يعني عمال كثيرة جدا 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 فلذلك بقول لي يعني الانسان بقى اللي عايز يدرك ما يفوتش بقى الفضل دول ثانية من تواني هذه الايام المباركة اسأل الله عز جل ان يرزقنا بركة رمضان اللهم ارزقنا العتق من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وذرياتنا واهلنا يا حي قيوم اللهم ارزقنا بركة رمضان اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر اللهم اعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا ممن ادرك ليلة القدر وارزقنا فيها عبادة مقبولة ودعوة مستجابة يا حي قيوم امين هنا المدرسة الربانية وهذه دروس رمضان هدى وشفاء من سورة الى عمران ووقفه قد طالت معنا ولكن ماذا نفعل وهذا وقتها وكما قلنا ليس قصدنا تفسير القرآن قد ما هو استخراج فوائد واستنباط يعني مواقف وتركيز وتسليط الضوء على موضوعات تهمنا في حياتنا انها بصائر للمسلم المعاصر فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله هذا التساؤل العجيب من انصاري الى الله بعد ان ذكرنا امر الله كونوا انصار الله وبدأنا اولا لكي تكون انصاريا الى الله ان تعتقد ان هذا شرف لك ان يستعملك الله لنصرة الدين ان يستعملك الله لنصرة دينه هذا شرف لك فالدين منصور محمي منصور بالله لا يحتاج الى احد الدين لا يحتاج الى احد انت تحتاج للدين الدين الله نصره ويسخر له من ينصره ويقيد له من ينصره انت تحتاج ان تتشرف بان تنال هذا الشرف في نصرة الدين لا تتكاسل ولا تتوانى واسأل الله ان يستعملك اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ربنا اتنا من فضلك ذكرنا ابتداء ان تكون قضية نصر الله قضية في حياتك قضية يعني قضية نصر الدين والعمل الدين كم يشغل على خريطة حياتك ها ان لازم من البدل والتضحية الديني وقت ده بتاع ربنا وده اللي اتكلمنا عنه برضو في الحلقات عايزك تفر الحلقات اللي فاتت دي كلها كده من اولها الاخيرها بعد رمضان وتركز على بعض الموضوعات تكتب وتراجع وتركز على الموضوعات الموضوعات اللي اثرناها والقضايا اللي بحثناها وتستفيد منها الحلقات دي مش لرمضان بس حلقات دي لسا نكون لها للعمر كله يبدأ ركز وخد الموضوعات دي واستفيد منها ان لازم يكون في وقت من اوقاتك بينك وبين ربنا عهود ووعود قلناه دي في صفة قولي الالباب المفونة بعهد الله اذا عاهدوا ان نزل لهم عهود ووعود بينه وبين ربنا ان الساعة الفلانية دي بتاع ربنا او اليوم الفلاني وهبته لله لا يمس ولا تتنزل عنه الوقت الفلاني ده وقت القرآن والوقت فلاني وقت الذكر والوقت فلاني وقت الصلاة والوقت فلاني وقت طلب العلم الوقت الفلاني وقت طلب الرزق الوقت الفلاني للزوجة والاولاد الوقت الفلاني للأب والأم الوقت الفلاني للصلة الرحم واللي هو اليوم فيه وقت كم وقت فلاني لا وزعها على الأسبوع وزعها على الشهر وزع أيامك وزع رزقك وفلوسك وزع وقتك وزع وقت النوم وقت الأكل وقت الشرب وقت كل حاجة لها وقتها وأعطي كل ذي حق الحق اتنين لازم تبقى فاهم لاعتزاز بالدين أن تعتزى بدينك أن لا يكون في صدرك أي حرج على أي مسألة في الشريعة لكي تستطيع أن تدعو بها كي يستطيع أن تقوم بها وبهذا يكون عندك نور قال الله عز وجل أفمن شرح الله صدره وللإسلام فهو على نور من ربه يبقى صدره منشرح لشريعة الإسلام بكل تفاصيلها على نور على نور من ربه سبحانه وتعالى الاعتزاز بالدين والثقة واليقين اتعلم يكمل عندك ثقة ويقين فتبقى قوي في دين الله ذكرنا القوة في دين الله إن المصطفين اللي ربنا اصطفاهم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ذكرنا الذين اصطفاهم ربنا دول ذكرنا بعض صفاتهم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وللأيدي والأبصار وللأيدي القوة في دين الله والأبصار البصيرة في دين الله تاني صفتان لمن يصطفيهم الله ذكرنا صفات المصطفين الذين يصطفيهم الله ويختارهم الله ويجتبيهم الله منها القوة والبصيرة إنه يبقى قوي عنده قوة في دين الله وعنده بصيرة وقلنا عشان القوة دي تجيبها منين إنه يبقى لك شيخ برضو ترجع له وتاخد منه وتتعلم منه وتستفيد منه وتبحث عن شيخ عنده القوة دي عشان كده هتيجي معنا مسألة دلوقتي إنه واحد يقول أنا الوحدي الوحدي هعمل إيه فص الدنيا دي والجو ده والأجواء دي أنا الوحدي هعمل إيه فص كل ده ونقول هي دي بقى القوة قال إيه مصطفى صادق الرافعي الجملة اللي بنرددها دايما وبنكررها ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع ربنا بيخلق الصالحين عشان كده ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع لما تقول لنا الوحدي أقول لك سيدنا أبو بكر وقف لوحده لما سيدنا النبي مات وكل ناس اتهزت هو وقف وقال إن محمدا قد مات من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات وقف لوحده في حروب الردة وكل ناس وقفت قدامه وقال والله لو خذلتني يميني لقاتلتها بشمالي هينقص الإسلام وأنا حي عايزك يبقى فيك القوة دي وتستمدها من جدك الأكبر أبو بكر إن هينقص الدين وأنا حي أوعدين ينقص في بيتك أوعدين ينقص وانت حي وانت موجود إزاي ينقص الدين خلي عندك القوة دي الإمام أحمد بن حنبل وقف قدام الدنيا كلها لما قالوا كلهم القرآن مخلوق وهو وقف لوحده كده يقول القرآن وكلامه الله غير مخلوق نمر ثلاثة احنا قلنا بعد الاعتزاز بالدين والثقة واليقين البدل والتضحية الصبر والثبات المسألة محتاجة صبر طويل وصبر جميل ما تستعجلش ما تستعجلش اصبر الصبر الطويل قوي اصبر لما تستوي وتنضج وتفهم وتعلم القرآن احفظ القرآن واستعين بالله عز وجل وما تفوتش آية من القرآن من غير ما تفهم معناها تفهم تفسيرها تفكر فيها وتتدبرها قولي الموضوع ده عايز سنين أول بول ما بقولكش استنى لما تتعلم القرآن كله لما تتعلم العلم كله لا اللي تتعلمه واشتغل به أول بول الصبر والثبات قال لما جاء حزيفة بن اليمان الموت جلس أبو مسعود عند رأسه فقال أوصيني قال ألم يأتك اليقين قال بلى وعزة ربي قال فإياك والتلون فإن دين الله وحد أثبت بقى أثبت ما تتلونش ما تبقاش كله سعب رأيي كله سعب قول كله سعب كلام يتضحك عليك نس يتضحك عليك خالك ثابت وراسخ تماما الصبر الجميل والصبر الطويل سياسة النفس الطويل بطيء ولكنه أكيد المفهول النفس الطويل ثم الأخيرة الإخلاص اللهم رسوكنا الإخلاص واجعلنا من أحل كنت في قضية أنك بتقول أنا الوحدي عايز أستدللك بإخلاص رجل واحد عمل إيه في غزوة الأحزاب والأحزاب قبيض غطفان وقريش والأحابيش حبشوا الأحابيش وحصروا المدينة المنورة والرسول حفر الخندق وقعد ربنا جل جلاله بيوصف حلهم يقول إيه إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ألبي معاكم الله أيها الصحابة رضي الله عنكم زلزلوا زلزالا شديدا لما بنوا قريزة الرسول كان عاقد معاهدة مع اليهود إنه بيحمل مدينة وأنوا قريزة كانوا فوق فكانوا بيحمل جهتهم فدخلت عليهم قريز وقالت لهم لهم عايزين ندخل من ناحيتهم بنوا قريزة وفقه زلزل المسلمون زلزالا شديدا في هذه اللحظة دايما نقول لك ربنا بيأتي بالفرج من حيث لا تحتسب ده موضوع الصبر والسبات تخلي بالك دايما نستدل بكسة سيدنا نوح ربنا قال له ايه حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور التنور الفرن اللي بيطلع منه النار اللي بيخبزه فيه ربنا قال له النار المية هتطلع من الفرن أبعد شيء عن ظن الإنسان إن المية تطلع من الفرن كذلك قد يأتيك النص من أبعد شيء عن خيالك وخطر إذا صدقت مع الله وأخلصت ربنا بيقول كده حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا في هذا الوقت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الوقت العصيب ده وقال له أنا أسلمت عن رسول الله اسمه نعيم ابن مسعود نعيم ابن مسعود من غطفان وجاء في الجو والمكهرب ده والمسلمون زلزلوا زلزالا شديدا وسيدنا النبي يفكر بني قريضا معهدينه هيخونوا ويدخلوا قريش والقبائل من جهتهم جاء نعيم ابن مسعود يقول له أنا أسلمت يا رسول الله فمرني بما تشاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما أنت رجل واحد فخذل عننا ما استطعت قال له أنت رجل واحد هتعمل ايه اللي تقدر تعمله اعمله شب بقى رجل واحد عمل ايه راح لبني قريضا وقال لهم أنتم تعلمون ما كانش حد يعرف أنه أسلم بقى ولا كان حد يسلم في الجودة راح لبني قريضا قالوا أنتم تعرفون محبتي لكم وولائي لكم وأنا أريد أن أنصحكم هؤلاء القبائل حين جاءوا لقتال محمد وليش هم أهله سيقاتلون فإذا غلبهم رجعوا وتركوكم ومحمد يخلو بكم فينتقم منكم فخزوا منهم رهائم يكونون عندكم إن انتصروا عليه وأخلوا المدينة منه ومن أصحابه سلموهم رجالهم وإن انتصر عليهم يكون عندكم رجالهم عفاظا على رجالهم لن يتركوكم ليحصلوا على رجالهم قالوا والله ذلك الرائش قالوا والله كلام سيلفل انت قبت الفكرة العظيمة دي منه ثم ذهب إلى قريش وقال لهم أنتوا التعلمون مكانتي فيكم وأنا رجل منكم من القبائل اللي جاء معاكم بالتقاتل محمد وإن كريضة ندموا على وعدهم لكم ولإثبات ثباتهم أخبروا محمدا أنهم سيسلمونه عشرة من رجالكم فإن طلبوا منكم عشرة فعرفوا أنني صادق ولا تعطوهم أحدا قالوا قد نصحت باتت كريضة تدوك ثم أرسلوا ويطلبون العشرة فقالت قريش آه هذا الذي أخبركم به ابن مسعود نعيم ابن مسعود فقفل الباب شو بقى الباب اللي كان زلزل المسلمين إذ الرجل واحد بإنه فكر يبتكر خطة يقدر يفسد بيها بين القبيلتين الذين يريدون استقصال شقفة المسلمين رجل واحد وإدري يعمل عمل ما يعملوش جيش سبحان الله العظيم فلذلك ما تقولش أنا رجل واحد والتوفيق هذا قلنا دايما أن الصدق مع الله يجلب التوفيق الصدق مع الله يجلب الإلهام يدلك الله عز وجل على مراده منك إذا رأى صدقك وإذا رأى إخلاصك وإذا رأى نيتك الصالحة فقط إن ونية الصالحة ثم من الإخلاص ودي نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا ألا تطلب على عملك جزاء في الدنيا ودي نقطة خطيرة للمتعاملين مع النت وغيره اللي بقى تقافة اللي هي طلب الشهرة والانتشار طلب بقى الترند واللايكات أنت بتشتغل لله مش عشان تطلب حاجة خاصة لك لذلك المثال الرائع العظيم اللي كان من الأنصار وموقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم خلينا أقوله في الحلقة الجاية إن شاء الله أحبكم في الله واستبدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله أطبعا